الحجة النهلة الكاب بتكلم عن حفيدة اللي عنده سنتين ونص هنا الحلم بيكون ايه؟ ده اسمه العضو المتفون ان بعض نسبة من الاطفال دولت حوالي من 15% ل 20% عندهم نسبة العضو المتفون وده بنلاقيها يقام صغر حجم العضو يقام وجود دهون في منطقة العانة وده بيبقى فيه منها الاطفال اللي هم مليلين شوية ام كربوزين شوية ده بنسيبهم لما بينصح طبعا ان هم ما يدخلوش في سمنة والاهل طبعا يزبطوا الاكل مع دكتور الاطفال عشان يقل فيه الوزد وبيتحسن تدرجية لما مع النمو عشان الجسم بيفرد النسبة اللي بتبقى متعلقة بصغر حجم العضو ساعات بيتم استعمال بعض الكريمات اللي فيها هرمون التستسيرون عشان يكبر العضو ده وده بيساعد فيه ابرازه ده من سنة كم؟ من أول شهور يعني من بداية من سنة ثلاث شهور ممكن نستخدم الهرمون ده الحالات اللي بتحتاج تدخل لانها طبعا سمعت بعض الأراء المختلفة الحقيقة أولي الأول لما بنعمل عملية لتصحيح ابراز العضو المدفون لان طبعا نسبة منها ممكن لو عملناها برضو يدخل تاني نتيجة تراكم الدهون الموجودة فبنلجأ دايما الحل الجراحي في الآخر خالص للدرجات الصعبة اللي هي فعلا العضو مش ثابت ومحتاج تسبيت ببعض التقنيات الجراحية ولكن مش كل طفل عنده عضو مدفون بنعمل له العملية لا بالعكس يمكن عايز أقولك أقل من 10% منهم بيحتاج لتدخل الجراحية